السلام عليكم كيف الأحوان تمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير مرحبا بكم مراخرة على القناة ديالي فيديو جديد ووصفة جديدة الوصفة ديال اليوم غادي يكونوا محين شات بالمداق ديال براليني كي يجي وغزالين بالساف وبالنسبة للورقة هنا يا الناس ديال يعني اللي على برة الصراحة أنا كان ديال الورقة ديال الشينوى حيث هي اللي ما يعني ما كاتقطعش وما كيتترتقوش فيها المحين شات منسبة المقادير أنا خديت 500 جرام ديال اليسلقتوش في السختو وخليتوش نشف يعني نشف من ما دياله سوى 4 سويع او لليلة كاملة وحمرتو في الزيت حتى الدهب اللون ديالو وخديت 300 جرام تحنتها معا 100 جرام ديال السكر حتى ولا جاري هكا يعني على الشكل ديال براليني وميتين جرام غير هرمشتو صافي يعني ماشي هرمشتو ولكن يعني خليتو شوية صحيح هنا ممكن ديرو ميتين وخمسين جرام متين يعني نص نص أنا غلبت اللي متحون مزيان على اللي مهرمش وبنسبة للتنسيم أنا نسمت بنصم علقة ديال القرفة وبما أنا اللوز جاري ما غنزيتش الزهر درتزوج صاشيات ديال السكر اللي منسم بالزهر ممكن تستغنوا عليه ديرو غير نصم علقة ديال القرفة كافية وحتى الزبدة ما غنزيدوهاش لإن اللوز كافي يعني باشي عليك لنا وكدجي الحوشوة زوينة يعني مايحتاش هنا أنا درت اللوز اللي تحنى على شكل براليني زيت عليه السكر اللي منسم بالزهر ونسم علقة القرفة واللوز اللي مهرمش كنخلطوهم كاملين حتى كندمجوا كل شي مع بعضياتهم وكيف ما قلت لكم أنا الورقة استعملت ديال الشين واحد الورقة بريك اللي كتبع هنا ما كتعطيناش تعملي كنجي ونديرو محين جد وديال الفيلو ممكن تديروها بها ولكن كتقطع يعني كل مرة كل ثلاثة ربعات الحبات كتخسر لكم حبة أنا كنفضل هذه ديال الورقة ديال الشين واحسن بعد ما خلطنا الخليط ديال اللوز كيجي على هاد الشكل هادا الصراحة هاد الحشوة زوينة بزاف ممكن توجدوها حتى بريوات او لا سيجار ماشي ضروري محين شد أنا هنا بما ان الحشوة شوية يعني ما عقدش بزاف درتها في الكيس الحلواني او لمنجا باستيريرا كنخويل الحشوة كاملة تماما وكنقطع القياس اللي بغيت وكيجيني سهل الصراحة بالنسبة للورقة هنا كيفما قلت لكم اخديت ديال الشين واو ولكن يعني هي كجي قاسحة شوية خسكم تسقيوها مزيان بالزبدة والتحمر مخصاش تحمر مزيان يعني غير تشمع وصافي هنا انا اخديت هادي هي الورقة اللي قلت لكم وعندي واحد شوية ديال البدقيق والماء باش غادي نلصق هنا الورقة ممكن تقطعوها متلت انا قطعتها هكا يعني فطول جو يعني مستطيل انتوما كيفما قلت لكم ممكن تقطعوها متلت كيفما بغيتو هنا غادي ناخد الورقة وعندي الخليط ما بين الزبدة مدوبة والزيت وكيفما قلت لكم ضروري تدهنوها مزيان لان هادو ما غاديش نقليوهم غادي ندخلوهم الفران هنا انا كندهن الورقة على جوج ديالجيهات ممكن ديرو غي الزبدة بوحدتا انا خلط ما بين الزبدة والزيت وهنا انا اختاريت باش نديرهم حينشات صغار بزاف انتوما ممكن تديروا الورقة كاملة يعني بلا ما تقطعوها والكيس الحلواني او لما نقا بستيريلا يعني تقطعو الطريف شوية كبير باش تخرج لكم الحوش شوي يعني كتار من هادي وتديروا الورقة كاملة كيجو محينشات شوية كبارين انا هنا اختاريتهم يعني صغارين بزاف بعد ما درت درت الخالي دياللوز دافا غادي نبدن طوي وكان رولي حتى اللخر وكان زييروا واحد شوية الورقة يعني نحاولوا ما امكان ما نخليوش الفراغ اهنا بغيتو تلسقو ما بغيتوش يعني بنسبال المبتديئات من الافضل يلسقو بالموت دقيق صافي كان وصل حتى الاخر انا كان نكون نخليت واحد شوية الفراغ مجوش دي جيهات يعني ما كان وصلش اللوز حتى القنت كان نضغط عليهم شوية وكان بدأ كان رولي في محينشات ديالي وكان بدا كان رولي في محينشات ديالي ساعدات لحكا اضافة الاختيار هنا انا كنكمل كندها الورقة مزيان بالزبدة والزيت وكندير اللوز يعني الكيس الحلواني شوية كيساعد الصراحة الخدمة خوصا ان هاد هاد الورقة هاد الحوشوة جارية صافي كنبدأ كنرولي عود حتى الاخر هنا كيفما قلت لكم اما تلصقوا او لا تخليوهم مشي مشكل وكنبدأ كنرولي لمحين شد ديالي كيفما قلت لكم انا فقط هم صغارين بزب وكنستمر على هالطريقة الناس لي ما بغينش هاد هاد الورقة هادي ممكن يدروا الورقة ديال بريك او لا فيلو ويشكلهم على شكل سيجار او لا المهم هو الحوشوة ديال اللوز يعني ملي قليناه وطحناه مع السكر كيجي فيه واحد المدق غزال بساف صراحة انا ولدي يعني داقوهم حماقو عليهم جو يعني فرق على البريوات اللي كان دلو ديال اللوز سافي كنكملو حتى الاخر كيفما قلت لكم هني لا بغيتو تلصقو كا تلصقو واحد شوية هلا خفتو باش يعني ما يتحلوش لي كوم وكنحطوهم في اللاطا كيفما قلت لكم كنديرو دياليك القنط ما باش نكاليوهم اولا كل ما حتيتو حدا كاليوها بالكاس باش ما تتحلش ورا في الاخر را غادي نشفو شدو فراصهم انا كنكمل على هالطريقة هدو حتى كنسالي شفتو بعد ما ساليت نشفو واخاكة الزهو ما كيتحلوش هنا انا زيت تقيتهم واحد شوية عدم الفوق ودخلتهم الفران على درجة 180 حتى تحمرو غير واحد شوية واحد تحميرها خفيفة وصافي يعني ما نخليوهمش بزاف باش الورقة ما تقصحش غير كيتشمعوا واحد شوية كيتدهبوا وصافي كنخرجوهم هنا كنت عندي العسل واجدة العسل كتكون شوية قصحة وبردة وكنسقيوهم وكنخليوهم في ديك اللاطة واحد الساعتين حتى كيتشربو العسل مزيان ومبعد نديروهم فوحد صفايا يستقطروا من العسل ديالهم يتصفاوا مزيان وصافي كيكونوا واجدين على هاد الشكل كيف ما شفتهم كيجيو صراحة غزالين بزافلا من ناحية الشكل او من ناحية الماداق هنا انا اختارت نزيينهم بواحد شوية ديال اللوز كون كاسي او اللي كيجيو واجد بغيتو تهرمشو اللوز كاتهرمشو يعني كتحيدو واحد شوية مهادك اللي قلينا في اللول كاتهرمشو كاتزينو بيه انا هادا خديته هاكا يعني كون كاسي حمرتو واحد شوية في الفران او كان يعني كان غطي صغير واحد الجنب باش يعني ما نكتروش تزين بزافع او الثاني باش ما نغطيوهم شو شكل ديالهم او كان ستفهم في واحد السينية اه انا صراحة درت واحد الكيمية اللي هي صغيرة اي يعني ما غندخلهم شلال مجمد ولا ولا وغدا نحتفظ بهم في واحد العلبة كديروا كلها تبقى كتفرشوا ورق الزبدة اللول وكتحطوا تبقى اخرى وكتسدوا عليهم زيان وصافي كيجيو غزانين بزاف انتمنى ان شاء الله هاد الوصفة دياليوم تكون نتل اعجاب ديالكم وشكرا لكم لمتابعة الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة